بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مقرر الرياضة المالية مقدمة هذا المقرر تعريف عام بالرياضة المالية يدور مقرر الرياضة المالية حول مفهوم القيمة الزمنية للنقود ويعني هذا المفهوم أن لوحدة النقود قيما مختلفة بالاعتماد على زمن استحقاقها بمعنى أن قيمة ريال اليوم أعلى من قيمة ريال المستقبل لأن ريال اليوم يمكن استثمار حتى نهاية العام أو حتى نهاية فترة معينة فيقول إلى قيمة أعلى فعلى سبيل المثال لو كان لدينا ألف ريال متوفرة حالا الآن وقمنا بإيداعها أو باستثمارها بمعدل عشرة في المية سنويا لمدة عام هذه الألف الموجودة حالا ستصبح ألف مضافا لها عائد مقداره مئة ريال في نهاية العام طبعا هذا الخط يمثل الزمن وهذا يمثل المبلغ الحالي الألف زائد مية هي المبلغ المستقبلي طيب إذن قيمة ريال اليوم تعادل قيمة ريال المستقبل مضافا إليه عائد يعني بمعنى آخر ألف ريال اليوم تعادل ألف مئة ريال بعد عام ما الذي يحدد القيمة الزمنية للنقود؟ إحنا قلنا قبل قليل أنه ألف ريال تأخذ عائد مقداره مئة طيب ما الذي يحدد المئة؟ ما الذي يحدد المئة؟ شخص قال أنا استثمرت ألف ريال وحصلت على مئة وخمسين هل دائما نحصل على مئة؟ أم ممكن يكون هناك قيم مختلفة؟ الجواب هذا يعتمد على محددات القيمة الزمنية للنقود وأهم هذه المحددات المبلغ المستثمر فلو أن الشخص استثمر ألفين بدلا من ألف بنفس المعدل عشرة في المئة فهل سيحصل على مئة؟ الجواب لا، سيحصل على قيمة أعلى والتي هي مئتين ليش؟ لأن المبلغ المستثمر أعلى وحينئذ المبلغ المستثمر المتوفر حالا هو المحدد الأول من محددات القيمة الزمنية للنقود أما المحدد الثاني فهو المعدل المحدد الثاني فهو المعدل معدل الفائدة أو معدل العائد ومعدل الفائدة هو عبارة عن نسبة مئوية من المبلغ المستثمر تحسب لوحدة الزمن وهاي نقطة مهمة جدا إحنا منقول معدل الفائدة 10% سنويا طبعا في فرق شاسع بين 10% سنويا و10% شهريا إذن وحدة الزمن مهمة جدا في تحديد أثر معدل الفائدة على قيمة الاستثمار تمام؟ فإذن لا يكفي أن نقول 10% لابد أن نربط 10% بوحدة زمن طيب طبعا إذا جينا قلنا أنه 10% سنويا شخص مثلا استثمر ب15% أكيد القيمة في المستقبل تختلف عن قيمة الاستثمار بنسبة 10% المحدد الثالث من محددات القيمة الزمنية اللي هو الزمن بمعنى أنه عدد مدد أو عدد دورات الاستثمار أكيد بيأثر في القيمة المستقبلية يعني شخص استثمر مبلغ معين سواء ألف أو ألفين لمدة عام شخص استثمر نفس المبلغ لمدة عامين أو لمدة ثلاث أعوام هل سيحصل الجميع على نفس العائد؟ الجواب بالتأكيد لا لأن الزمن بيأثر في القيمة التي يحصل عليها هذا الشخص طبعا في ملاحظة أنه لا بد أن يكون هناك توافق بين وحدة الزمن المرتبطة بمعدل الفائدة ووحدة الزمن التي يقاس بها الاستثمار فإذا قلنا أن الشخص استثمر بمعدل 10% سنويا إذن المدة يجب أن تحسب بالسنوات أما إذا قلنا 10% شهريا المدة يجب أن تحسب بالأشهر وهذا طبعا راح نشوفه من خلال بعض الأمثلة القادمة طريقة احتساب الفائدة في طريقتين يمكن من خلالهم احتساب الفائدة أو الزيادة التي يحصل عليها الشخص من خلال استثماره لمبلغ معين لمدة معينة بمعدل معين الطريقة الأولى بيسموها طريقة الفائدة البسيطة حيث تحسب الفائدة فقط على أصل المبلغ المستثمر أما الفائدة المركبة فتحسب على أصل المبلغ المستثمر مضافا إليه فوائد الفترات الزمنية المتتالية خلينا نوضح بمثال بسيط عندنا شخص يملك ألف ريال الآن استثمر هذه الألف ريال لمدة ثلاث أعوام بنسبة عشرة في المية سنويا بطريقة الفائدة البسيطة بطريقة الفائدة البسيطة حينئذ الفائدة ستحسب فقط على أصل المبلغ يعني في نهاية السنة الأولى سيحصل هذا الشخص على فائدة مقدارها كم ألف مضافا إليها مئة ريال من وين جبنا المئة ريال اللي هي عبارة عن عشرة في المية من الألف لمدة عام واحد تمام؟ طيب هلأ في العام الثاني هذا الشخص سيحصل على مئة ريال أخرى ليش مئة ريال أخرى؟ طبعا هو كان عنده ألف مية من العام الماضي فحصل على مئة ريال فائدة على أصل المبلغ فائدة على أصل المبلغ اللي هي عشرة في المية من الألف تمام؟ فعنده ألف مية وضيف إليها فائدة مقدارها مئة ريال فأصبح رصيده ألف ومتين في العام الثالث سيحصل على فائدة مقدارها مئة ريال أيضا على أصل المبلغ بمعنى أنه رصيده سيصبح ألف وثلاثمية طبعا المئة ريال حسبت بنسبة عشرة في المية من الألف الأصل تمام؟ إذن الفائدة البسيطة هي الفائدة التي تحسب على أصل المبلغ المستثمر فقط لو افترضنا أنه شخص آخر عنده نفس المبلغ واستثمره لنفس المدة بنفس المعدة العشرة في المية لكن بفائدة مركبة حينئذن سيحصل في نهاية العام الأول على مئة ريال فائدة المبلغ المتوفر في بداية العام تمام؟ عشرة في المية من الألف بيحصل على مئة ريال فائدة هلأ في العام الثاني تضاف المئة ريال إلى الألف فيصبح رصيده ألف ومية فتحسب الفائدة للسنة الثانية على الرصيد المتوفر في بداية العام ألف ومئة سوف يضاف هو والسنة الثانية للسنة الثانية für بلغة الولغ المتوفر في بداية العام المتوفر في بداية الم badly وقف إلها فائدة بقيمة طبعاً بنسبة 10% من إيش؟ من الـ 1210 مش من الـ 1000 ولا من الـ 1100 وإنما من الـ 1210 المتوفرة في بداية العام فسيحصل على فائدة مقدارها 121 ريال فسيؤول رصيده إلى 1331 ريال بينما في حالة الفائدة البسيطة المبلغ يؤول إلى 1300 طيب إذن الـ 31 ريال هذه عبارة عن فائدة الفوائد ولذلك تسمى الفائدة المركبة لأنها حسبت على أصل المبلغ مضافاً إليه فوائد الفترات الزمنية المتتالية هذا بالنسبة لمفهوم الفائدة البسيطة والفائدة المركبة